برغم اللقاءات الكثيرة التي تشهدها الساحة السياسية على قطي تشكيل حكومة جديدة لم يتصعد دخان الأبيض بعد وما توافر من معلومات يوحي بأن المرحلة ما زالت مرحلة تفكيك بعض العقد التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي الحقيقة الحكومة بعد نسلك الطريقة الفعلي في مشاورات في اتصالات ولكن اخر شيء بلا تسلك يعني ما في تصعيد إلى مال نهاية كل واحد بيصاعد موقفه بيكتر مطالبه بيعلي سقف ولا يوصلوا لمطرح معين اخر شيء نحن ملزمين بحكومة ما فينا نضلنا هيك فالاتصالات بدأ شوي بعد في فرص في اسفار بدني اعطوا مجال اكتر شوي ولكن بعتقد اليوم لقاء الرئيس عون مع الدكتور جعجع لن يذهب اكيد إلى تصعيد بده يخفف شوي الاحتئان بالموضوع السني تقريبا حسيميت بالموضوع الشيعي محسومي في عقدي مسيحية عقدي درزية بيتلقى لحل واكيد انه عم نسلك طريق تأليف الحكومة اذا ما دخل اي عنصر خارجي خلال اسبوعين لازم يكون في حكومة اذا دخلت عناصر خارجية غير متوقعة بساعة ما بنعرف المدى بيصير طويل في الداخل اوضاع اقتصادية ضغطة والتزامات ينتظرها العالم وفي الخارج منطقة تكفر فيها الازمات ما يحتم على لبنان سلوك طريق التشكيل سريعا للحفاظ على ما حققته حكومة تصريف العمال من مكتسبات ترجمة نانسي قنقر